يحدثنا الآن الدكتور عمري ممدوح الرئيس التنفيذية لهذا المشروع العملاق فليتفضل بسم الله الرحمن الرحيم فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية الحضور الكرام برحب بساتة كفاندم أن مدينة الدواء جيبتو فارما مرت بمراحل تطور مختلفة العرض الأول بواسطة رئيس مجلس إدارة الشركة تناول إمكانيات ضخمة من حيث البنية التحتية والإنشائية والخانمات الشبكية وخطوط الإنتاج والطاقات الإنتاجية والرئيس الاستراتيجية وده يمثل فاندم المرحلة الأولى في هذا المشروع العرض الحالي فاندم سيوضح الخطط والمحاور للتحول من مرحلة المشروع إلى مرحلة التشغيل لأوبريشن بلان وتعظيم قيمة هذه المدينة وسنستعرض أيضا الاستراتيجية التسويقية للمدينة بالنسبة لمرحلة التشغيل بنعمل على ست محاول رئيسية المحور الأول هو الارتقاء لأعلى مستوى في ممارسات التصنيع الجيد أو ما يطلق عليه الهاي جي أم بي تبقى لمعايير منظمة الصحة العالمية المحور الثانية فاندم تطبيق نظام جودة عالمي يتماشى مع المعايير الأوروبية والدولية النقطة الثالثة ضخامة طبع المشروع يتطلب تطبيق نظام وإدارة حوكمة إلكترونية تقدر تربط كل العملات بالشركة من مدخلات ومخرجات العملية الإنتاجية والعملات الإدارية والمالية وخلافه وجود عناصر بشرية فاندم مدربة ومؤهلة وفعالة للتعامل مع أحدى استيكونوجيا المستخدمة في هذا المشروع أمر حاوي جدا ومنركز فيه في المرحلة دي تم الحصول على رخصة التشغيل من هيئة التنمية الصناعية وهيئة الدواء وفرنا المواد الخام وبدأنا في الإنتاج واختبارات السبات والتكافؤ الحاوي بنعمل فاندم على تحديث المستمر للمستحضرات لأن طبعا فيها تم موجبة التطور العلمي في الأمراض والعلاجات المختلفة وإحتاجة كل ما هو جديد وفعال في هذا المجال دي ست محاورة فاندم اللي بنعمل عليها بالتوازي لتعظيم قيمة هذا المشروع وباختصار شديد سوف أستعرض الخطط الموضوعية لتحقيق هذه الأهداف المحاور الأولى فاندم الارتقاء بمارسة التصنيع الجيد والأمر ده فاندم بتطلب الحصول على شهادات وتقييم المؤسسات وجهات رقابية دولية وتقييم الصناعات الدوائية وتبقى لمعايير محددة ومعايير منظمة الصحة العالمية الحياة فاندم أي مصنع مؤهل لدهذا التقييم بيتم بناء على ثلاث عناصر أساسية وهذه العناصر متوفرة في مدينة الدواء العنصر الأول وجود تكنولوجيا في الماكينات الانتاجية تعمل على تقليل التدخل البشري ومرأبة كل عملات الانتاجية خلال نظام إلكتروني ذاتي لتوكيد الجودة وبرمجة كل الأنظمة بالعملات الانتاجية وكل فاندم الماكينات وكل المعدات المستخدمة في هذا المشروع الحياة كل معدة في إنتاج محدد في شركات متخصصة ومركات الحياة العالمية وتعتبر مرجعية في صناعة الدواء العنصر الأخرى فاندم وجود عناصر فنية مدربة وتنفس كل خلال التشغيل والتعامل مع التكنولوجيا والعنصر الثالث الالتزام بتعليمات القياسية للتشغيل لكل العمليات الانتاجية وأي عملية انتاجية تخضع لهذه القياسات المحددة وتعتبر دستور تلتزم بالعمالة والصادلة لعاملين بهذا المشروع وفي في الشركة فاندم حوالي 180 SOP أو Standard Operating Procedures ما منديش فرصة للعملين بالخروج عن التعليمات التشغيل أو التجويد من طقاء نفسنا فيهم وفي حالة إخلال يتم التوسيق فورا وتقييم المخاطر بواسطة إدارة الجودة بتحقيق الثلاث عناصر دولة فاندم منقدر أن نقهل مدينة الدواء لحصول عشادات اعتماد دولية ومنعمل فيها منطقة القوة لتحقيق هذه الأهداف المحور الثانية فاندم بدأت الشركة في تطبيق نظام جودة عالمي متكامل يتوافق مع المعير الأوروبية والدولية يعتمد في الأساس على بناء بيئة الجودة في كل قطاعات العمل وليس الاعتماد على الرقاب على الجودة نظام بناء الجودة فاندم لا يقدسر فقط بالنسبة للإنتاج والمعامل بل يكون أكثر شمولية لغطي كل العملات بالشركة من توزيع وتخزين وتعبئة وخدمة عملاء وتخطيط يتماشى النظام الجودة اللي تم بناءه في المدينة أمام تطالبات منظمة الصحة العالمية والاتحاد الأوروبي وهيئة الدولة المصرية المرحلة المقبلة سيتم الاستعانة بشركة متخصصة في تأهيل هذا الكيان للحصول على شهادات الاعتماد الأوروبية الامية حتى نستطيع فتح أسواق للتصدير للاتحاد الأوروبي المهام الرئيسية فندم لإدارة الجودة في الشركة فيه تلات مهام رئيسية فيه يوجد مركز بحث وتطوير الأعلى مستوى لعمل كل التركيبات والتشغيلات للمستحضرات الجديدة ويوجد أيضا منطقة تصنيع لعمل أبحاث والاختبارات التجربية القسم الآخر فندم قسم رابط الجودة وده مسؤول على كل التحقيق الخاصة بالعملية الانتاجية من مماد الخام من أول وصول للمصنع أثناء التصنيع وبعد التصنيع وبعد حتى الترحب الأسواق وتقييم وتحقيق كل مناولات الهواء والضغوط جاخل المصنع الجزء الثالث أو قسم الثالث هو ضمان وتوكيد الجودة وده أفراد مواجدين بهم في منطقة الانتاج دورهم هو التقييم والتحقيق والتوسيق في انضباط العملية الانتاجية وإدارة المخاطر والشجاية والعملاء طبعا بالنسبة لنا أي ملاحظات المرضى والأطباء بما فيها اليخص الضوائية يتبقى منتبهين جداً لها وإدارة الضمان الجودة فندم برضو معناها بتدريب المستمر لعناصر العمالة للالتزام بمعايير الجودة المحور الثالثة فندم في نظام تشغيل وإدارة حوكمة إلكترونية وسيادتك بنتبق هنا نظام متطور جداً يطلق عليه الاس اي بي وده من أفضل أنظمة في العالم وبتطبقه معظم الشركات العالمية بيربط كل مدخلات ومخرجات العملية الانتاجية والعمليات الإدارية والتوزيع والتسويق والتخزين كل ده فندم بيرتبط في منظومة متكاملة الحياة مزايا هذا النظام أنه بيتيح كل المعلومات الهامة لاتخاذ القرار بيقلل خطأ البشري وبيمنع أي نوع من التلاعب المحور الرابع هو الكوادر البشرية والحياة استعانا فندم وخبراء الموارد البشرية لوضع الهيكل التنظيمي والسياسات لإنشاء كيام مؤسسي قوي وتم اختيار الكوادر خلط بين الخبرات وكفاءات الشبابية الوعيدة الحياة فندم منظورنا وفلسفتنا للموارد البشرية لا يختصر فقط على إدارة شؤون الأفراد والشؤون الإدارية بل يتركز أساسا على زيادة انتاجية الفرد ونشتغل على محاور كتير جدا لتحقيق هذا الهدف منه اجتزاب أفضل الكفاءات وضع أنظمة تقييم للأداء واضحة وأعادلة التدريب والتأهيل والتطوير المستمر للأفراد وضع بيئة عمل حديثة ومنافسة توفر حوافز لدعم العمل الجماعي والفردي هذه فندم العناصب نشتغل عليها لتحفيز وزيادة انتاجية الفرد ويكون فعلا عندنا كوادر موارد بشرية على الأعلى مستوى المحور الخامسة فندم التحديث المستمر للمستحضرات نشتغل على ثلاث محاور توفير الأدوية الحيوية الأساسية للقطاع السحي في معظم العلاجات وخاصة الأمراض المزمنة مثل أمراض الضغط والسكر والقلب والأمراض الأخرى بالنسبة مع هيئة الدواء لطرح أدوية حديثة زياد فطورة استرادية مرتفعة وزيادة توفيرها بأسعار وجودة مناسبة الجزء الثالثة فندم الدخول في مجالات الصناعات المتخصصة والأدوية الموجهة مثل البيوتركنولوجي زي البيوسيميلرز والأمصال وهذا فندم المحاور التي نشتغل عليها في مرحلة التشغيل ونأمل بها أن نكون فعلا صرح دوائي حاصل على شهدات الجي أم بي من الهيئات الدولية ونطبق معايير الجودة ونتسلح بعمالة مدربة ونظهر بالنظام حوكمة إلكتروني وأخيرا نبحث دائما عن التحديث المستمر للمنتجات الجزء الآخر من العرض يرتبط بالاستراتيجية التسويقية ونعمل هنا على أربع محاور يمكن أول محور مهتمين جدا بالفوز بثقة المواطن والأطباء في جودة المستحضرات وضهتها للشركات العالمية العمل النفسي والتقني مهم جدا في هذا المجال ونشرح فسادتك في الإسلاد القادمة بعد النقاط للتعامل مع هذا الهدف إذا كانت الدولة فعلا استثمارت في هذه المدينة بأحدث التكنولوجيا ومعايير الجودة يجب طبعا أن يصل للمواطن وأشعر بفعالية وجودة هذه المنتجات المحور الآخر فاندم تلبية احتاجات القطاع الصحي بالدولة سواء القطاع الحكومي والتكامل في القطاع الخاص بدأنا فعلا بالتواصل مع هات الشراء الموحد ومؤسسات أخرى لوضع آليات التعاون والدخول في مناقصات في المرحلة القادمة المحور الثالثة فاندم عمل شراكة استراتيجية وعود تصنيع مع شركات عالمية وبالفعل في وقت الحالي بيتم التفاوض مع شركات متعددة الجنسيات لوضع إطار لهذا التعاون وصنى المراحل المتقدمة في التفاوض الجزء الرابع فاندم جزء التصدير وطبعا ده من أولوياتنا وكمرحلة أولى الاهتمام بالقارة الأفريقية وخاصة شرق وسط أفريقيا حيث سيكون التسجيل للأدوية متبادل بين دولها والدول العربية الشقيقة التي تعتبر أسهل نسبيا في عامية تسجيل الدواء مثل أسواق الليبيا السودان العراق اليمن ثم دول الخليج العربي الشقيقة وستك فاندم شروط التصدير وبداية التصدير هو التداول في بلد المنشأ والسوء المصري وطرحه في السوء المصري في المرحلة الأولى ثم بداية إجازة المصنع من الجهات الرقابية للدولة المصدر إليها ثم تبدأ إجراءات التسجيل يمكن من أهم عوامل بناء الثقة للمريض والطبيب للمستحضر أول حاجة طبعا هو الشعور بفعالية وكفاءة المنتج بنحرص أيضا على اهتمام بكل التفاصيل ليست فائقة الفنية ولكن تكون تصميمات العبوات فريدة تعكس الجودة وتحظى بثقة العملاء والاهتمام بجودة المنتج بكل مرحلة تصنيعية انطباع النفسي على المواطن وتقديم المنتج في أفضل شكل ده من الأشياء اللي احنا بنهتم بها جدا في مدينة الدواء أيضا بنخطي تفقدم لعمل زيارات ميدانية للأطباء لزيارة المدينة والاطلاع على خطوط الانتاج وتطبيق معايير الجودة العالمية ونقل هذه الثقة للمريض والمجتمع المصري بنشكل فريق تسويق مبيعات على أعلى مستوى للتواصل مع الأطباء وهيئة التمريض والصيادلة تقديم المواد التعريفية بالمنتجات والعينات والمشاركة في المؤتمرات العلمية والدارات التعليمية احنا فندم عايزين نبيني دور في نشر الوعي الدوائي والصحي والاستخدام الرشيد للدواء أيضا مستهدف عمل خطة ممنهجة لتعريف المجتمع بالشركة ومستحضراتها وبناء الجسور الثقة مع المجتمع آخر نقطة فندم يمكن إحنا المرحلة دي مرحلة الأدوال الحيوية والأساسية من تطلعاتنا نعمل شراكة في مجال صناعات المتقدمة والمتخصصة البايو سيميلرز وتمكن المواطن من حصول على هذه الأدوية الحقيقة الدقيقة للأمراض المزمنة والمستعصية وفعلا يا فندم موجود المرحلة التانية والأرض متواجدة بكل خدمتها وبنجد يا فندم خبرات النهاردة بنستعين بخبرات الشركات العالمية في هذا المجال وأخيرا يا فندم نعمل أن تكون مدينة الدواء جبتو فارما أحد أزرع الدولة في دعم المنظومة الصحية برامج التأمين الصحي الشامل والفوز بثقة أهلنا في تقديم دواء آمن وفعال وبجودة عالية وفي متناول شرائح المجتمع المختلفة شكرا يا فندم أيامر